موسيقى لكي لا ننسى المذبحة الدموية لارتكبها العدو الصهيوني بحق القرية الفلسطينية الجميلة ديريا سين حيث مثلوا بالجثث الطاهرة بأبشع وسائل التنكيل والتعذيب التي لا يمارسها بشر ولكن وحوش منذ عام 48 للآن لم يندمل الجرح ولن يندمل فحق العودة راسخ لدينا وما هذه المجازر البشعة إلا وسيلة لتزيد إصرارنا وتشبثنا بأرضنا سيدة الأرض فلسطين فحق العودة مقدس وثابت كما الشمس التي تشرق كل يوم رغم كل الظروف سنعود يا ديريا سين سنعود يا فلسطين عن مدبحة ديريا سين واليوم بصادف الذكرى 67 لها المدبحة معانا اليوم ضيوف مميزين جدا المهندس يوسف أسعد رجل أعمال وأيضا معانا الأستاذ عصام عايش وهو رئيس جمعية ديريا سين الخيرية بدي أرحب فيكم شرف إن وجودكم معانا اليوم أهلا وسهلا وحضرتك أستاذ يوسف من ديريا سين وأيضا أستاذ عصام حضراتكم من قرية ديريا سين القرية الجميلة عشان هيك بدي أرحب فيكم ترحيب كبير وبدي أيضا أبلش معاك أستاذ يوسف لتحكي لنا عن قرية ديريا سين الجميلة ديريا سين قرية قضاء القدس تقع على بعد حوالي 2 كيلو متر من المسجد الأقصى والصخرة المشرفة موقعها واجهت ضواحي الغربية اليهودية للقدس وأحاط بها 6 مستعمرات أقربها جفعات شاول من تفيوري ببيتك هكيرن وبهذا الموقع انقطع الاتصال المباشر بواسطة الطريق الرئيس إلى القدس والذي يمر عبر مستعمرة جفعات شاول وأحدث ذلك خللا كبيرا في نمط حياة سكان القرية في النهار والليل وكان ذلك في الأشهر التي سبقت واقعة معركة ديريا سين وبدأ لأهل القرية جليا أن هجوم اليهود على قريتهم واقع لا محالة واستعدوا لذلك بالأسلحة التي كان باستطاعتهم الحصول عليها آنذاك وهي قليلة جدا وصارت حامية القرية تتناوى بالحراسة فيما بين أفرادها وخاصة في الليل وحدث اشتباك محدود في آذار قبيل المعركة وهذا الاشتباك ساد التقارب والتعاضد والتلاحم بين جميع سكان القرية من جميع النواحي ولا سيما شبابها المدافع عنها حيث هبوا لفض هذا الاشتباك أكيد بدي أنتقل إليك أستاذ عصام ونعرف عن جمعية ديريا سين الخيرية متى تأسست وأيضاً شو دورها بالمجتمع المحلي بداية أنا أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لقناة رؤية على استضافتنا لهذه المناسبة الطيبة لمعركة ديريا سين اللي نتذكرها في كل عام ونكملها إحنا جمعية ديريا سين اتأسست في ثمانية ثمانية ألف وتسعمية وأربعة وتسعين كان مقرها في جبل عمان في ديوان لآل جودة الكرام وانتقلنا في الألفين وواحد في بناء قمناه في منطقة بنوارة في عمان والحمد لله كل الأمور عنا مشت على ما يرام وقمنا بالبناء من أهل الخير من أبناء ديريا سين وغيرهم فجمعية ديريا سين كل عام بنقوم على إقامة حفل يعني نتبر نقول له إحياء ذكرى معركة ديريا سين بعد ما سمعنا بأنه ليس مذبحة أو متزرة وإنما هي معركة كما يقال بأنها معركة صح إنها معركة فإحنا كل عام في تسعة أربعة بنقيم هاي المناسبة في مقر الجمعية وبنفس الوقت يعني تشرف بدعوة الجميع ممن يسمعوني إحنا عنا المناسبة بكرة تقام يوم الجمعة إن شاء الله الساعة الخامسة في مقر الجمعية ركيد رح نحكي عن أكتر عن هالمناسبة ولكن شرائكم بعد هالمقدم الحلوة عن ديريا سين في معانا فيديو عن قرية ديريا سين وعن المذبح شرائكم نشوفوا يا ريت والله شكرا بصحيح عن المعركة موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهر في رباك في رباك والحياة والنجاة والهناء والرعجاة في هواك في هواك هل أراك هل أراك سالما منعا وغانما مكرما سالما منعا وغانما مكرما هل أراك في عناك تبلغ السماء موطني 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 الشباب لن يكل همه هو أن يستقل أو يبين أو يبين نستقي من الردى ولن نكون للعدى كالعبيد كالعبيد لا نريد ذلنا المؤبدة وعيشنا المنكدة فعلا لا نريد ذلنا المؤبدة وعيشنا المنكدة إن شاء الله هايك الأيام الجاي تكون أيام سلام وانتصارات إن شاء الله ونرجع على فلسطين وعلى دير ياسين إن شاء الله أحفاظنا يفسر الدوم أضواء وأجداد أجداد يا رب يا رب طيب مهندس أسعد شو اللي ميز قرية دير ياسين عن غيرها من المدن الفلسطينية وأعطاها هاي الأهمية أوكي يعني دير ياسين ميزها والشي موقعها على تل يعلو قمة 800 متر عن سطح البحر بقربها إلى وسط القدس المسجد الأقصى والسخر المشرفة حوالي 2 كيلومتر زي ما قلوا إشرافها على مشهد واسع على مشهد واسع من جميع الجهات كافة مساحة أراضيها 2700 دنوم مزروعة بالأشجار المثمرة على اختلاف أنواعها أراضيها الغنية بالحجر الكلس الصلب المفضل للبناء في القدس وضواحيها معظم حجار القدس وضواحي القدس من حجار الدير ياسين أدي عدد سكانها كان؟ 750 نسم 750 نسم بهذاك الوقت؟ بهذاك الوقت كانت 700 وخمس تلاف طيب إيش كانوا يشتغلوا أستاذ أقول لك بالشغل كم هذه طيب تنوعة المهن التي عمل بها أهلها يعني معلمون في مدارس قروية معلمين كانوا كتب في الدوائر الحكومية نجارون حددون سائقون شاحنات تجار أقمشة صناعيون في استخراج الحجارة وعمل مشتقاتها زي الحصمة مختلف حجامها حجامها التي تدخل في صناعة الباطون مقاولون لإنشاء المباني وتعبيد الطرق القروية أما بالنسبة لإزراعة أراضيهم وفلاحتها وقطف تمار زيتونهم فهي من هوايتهم وواجبهم الحقيقة طبعاً يعني مهن متنوعة خلينا نحكي بشكل عام ومن أثرياهم ما رعى نهضة اجتماعية ثقافية رياضية في القرية طالت إنشاء المدارس والجوامع وتحديد المهور وإنشاء المناعب بدي أنتقل لأستاذ عصامو كنا نحكي تحت الهوى عن ستك الشهيدة حلوة زيدانة اللي حضرت أيضاً حكينا هيك في قصة قصيرة حكيناها شوي تحت الهوى بحب كل اللي عم بشوفنا اليوم إنه يعرفها يعني أنا من خلال قراءاتي يعني وجلوسي مع الوالد ومع الوالدة ومع أهلي الكبار بالعمر كان يقولوا بأنه يعني جدتك حلوة زيدان رحمة الله عليها من الشهداء اللي كان إليهم دور فعال في معركة دير ياسين فحينما قتل عمي محمد عايز زيدان محمد عايز قليل زغرتت حلوة زيدان وعندما قتل زوجها الحج عايز زغرتت فهي حملت المندقية وبدأت تطلق النار حتى إنها استشهدت إلى رحمة الله تعالى فالحمد لله إنه دير ياسين فقدت شهداء كثير يعني من أبناء البلد ونحن زي ما عم نشوف معنا صور جميلة من القرية الجميلة دير ياسين فهي شغلة بسيطة جدا مجوز فيش حدا يعني بتجيب هالموضوع دير ياسين ما رح فيها دمار كثير بيوتها موجودة كل ياتها حتى لغاية الآن إنها مستغلة من اليهود لغاية الآن موجودة بيوتنا موجودة كل ياتها وعلى قرية دير ياسين شكرا الدوافق والله هذا السؤال صعب والإجابة عليه يعني في وقت محدد صعب جدا باختصار لأنه فيه تقنة الحقيقية فيه المنظمتين فيه منظمتين الصهيونتين اللي هم إتسل الأراجون بقيادة مردخايك رعنان وليحي اللي هم اشترن في قيادة منحين بيغن المشهور فيما بعد هم شعروا بالحرج تجاه التحرك الواسع النطاق للهاجانا بعد أن احتلت قوات البلماخ اللي هم للهاجانا بعملية نخشون في أربع نيسان القرى العربية الواقعة على جانبي طريقي أفا الكدس فالتنافس كان محتدم ما بين الهاجانا البلماخ من جهة وإتسل وليحي من جهة أخرى وكانت دير ياسين هدفا أسهل لإتسل وليحي لتحقيق الانتصار فيه ومجارات منافسهما وهكذا كان الهجوم على دير ياسين في تسعة أربع في تسعة أربع الف سعمية وتمانية أربعين من قبل المنظمتين الصهيورتين إتسل وليحي الإرهابتين الحقيقة في المحصلة في المحصلة التي تضلي الدوافع على دير ياسين وعلى بقية قرى ومدن فلسطين حين ذاك هو تحقيق مشروع التطهير العرق المنظم الممنهج من قبل جميع المنظمات الصهيونية من الهاجانا ومدارة في فولكيها لقتل بتشريط وتفريغ فلسطين بأكملها من جميع سكانها ولا يزال المشروع سائر على قدم وساق ليومنا هذا بل واحتدم وطيسه خلينا نتحدث شوي مهندس يوسف عن حادثة الكسارة اللي كانت بـ 12 آذار وسبقت معركة دير ياسين هذا حادث قبل مفرد الحقيقة أنا كنت بجوار وأنا وأخو الصغير عمر قريبين جداً منهم وشفت عم صالح أول هيك عندنا كسارة لكسارة الحجار من صناعة الحجار وهي جنب قبعات شوال تماماً تقريباً فأرادوا أنهم يمتحنوا يمكن القرية كيف استعداداتها والأمور فإيجا بيكاب يمكن محمد من الهاجانا 3 أو 4 وكان عم محمد الله يرحمه في وسط الكسارة أرادوا أنهم ياخدوها ورادوا أنهم يعني فيه كان غرض محدد ولكن عم صالح كان مستحكم على كوم حجار شوية معتلة عنهم وأنا هرهم الحقيقة أنهم هذو ما ردوا عليه وأحنا أنا شايف هذا بعيني أنا وأخوي الصغير عمر وبعدين ما شفت اللي عم صالح بيقول له اللي في البيكاب الهاجانا خذها يا أضغن وضرب أول طلقة وثاني طلقة وبعدين لما شافوا الاشتباك أظنني هم إجوا يعني فزعوا هذا وفكوا الاشتباك أنا الحقيقة من أول طلقة مسكت إيد أخوي أمر وركض فيه ركض من الكسارة إلى وسط البلد يعني هذا هو الحادث اللي أنظر البلد الحقيقة هون بلشت يعني زي بقولوا الشعر اللي قسمت ظاهر هو 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 طول الوقت كان طول الوقت كان حامية البلد البلد يعني متوقع الهجوم لا محالة بس هذا هو البغادر طب كيف بدأت المعركة يعني كيف صارت هاي الحادثة 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 أنا أصدع على المذبحة يعني كيف بدأت يعني كيف بدأت شرارتها خلينا نقول طيب هو الحقيقة أنه في ساعات الصباح الأولى من يوم الجمعة في 9-4-1948 ابتدأت المعركة بهجوم أفراد عصابتين إيتسل وليحي الإرهابيتين على القرية من عدة محاور واتجاهات انطلاقاً من مستعمرة بفعال شعور واستمرت حوالي الساعة الرابعة عصراً عندما نفذت آخر طلقة من المقاومة الباسلة من جميع شباب القرية ورجالها وفي الساعات الأولى من المعركة ندير بعلك هي لا هي مجزرة لأنه الحامية المجزرة يعيش معنات مجزرة هذا اللي بدي أصدقك أنا كنت أقول مجزرة ونت أتقل لي معركة المجزرة يعني إيش من مجزرة من كلمة مجزرة مشتقاتها أنه يعني أنه فيه كان حضيرة أغنام وجل جزار ودخل على حضيرة هالأغنام هذه وصار يجزرها الغنم هدولا وما كان هذا الموضوع ما صار هيك لا كانت حامية باسلة مستعدة في تكتيكات مرتبة وين الاستحكمات في الهاد حتى في أول المعركة في أول رصاصة من المعركة من الاستحكمات الصيحة اللي كانت معهم راح قائد الحملة تبعهم تبع ليحية من أول طلقة كان القائد قتلوا أول طلقة من أول طلقة لأنه كانت ضربة حظ أو كذا يعني مهندس يوسف أنت ترفض تسميتها أرفض رفض بات زي ما أكلمتك يعني كان في مقاومة وحتى الساعات الأولى لحد الساعة 12 كان الغلبة لحامية البلد وأحرجوهم إحراج شديد جدا ومن هنا راحوا اللي هم المنافسين اللي هم إتسل والإحي ذهبوا أرسلوا مراسل للهاجانا فيه بكاتي كارم أنه لو سمحتوا تعنجدونا رحنا لأنهم كانوا نصحوهم الهاجانا ما تروحوا على دير ياسين هي كانت دير ياسين محطوط احتلالها في خطة اسمها خطة دالت أو دال الحقيقة ولكن التنافس بدهم يحققوا تنافس مع الهاجانا لذلك يستعجروا على دير ياسين وبرضو وقعوا في الفخ يعني إلى أن أرسلتهم الهاجانا دبابتين مع برنين التنتين ووصلتهم هنا إلى هنا من ساعة عشره وبمساعدة البالماخر طبعا هاجانا انقلبت المعركة الحقيقة لصالحهم إلى أن انتهت في الساعة الرابعة في الساعة الرابعة انتهت هون المعركة وما راح من عندنا نحن هم إلا مية أو مية واحد شهيد فقط لا غير من دير ياسين بس من الشهيد من أطفال والشروح وكذا بينما برضو هم في وكالاتنا أنه قالوا قبل 350 بعدين دكتور فخر الخالدي اعترف لهم في 250 ولكن لما أنا والدكتور وليد الخالدي عملنا كل الروايات بالروايات وأثبتنا بالضبط للتفاصيل الصحيحة للمعركة والشهداء يجوا حوالي مية ووزعناهم على الحمائل مع شجرة الحمائل معمور بالاسم بالعمر بالمهنة بالفشيح يعني الإحصاءات كانت فقط مية شهيد بينما هن أعتقد أنهم هم حسب روايات النساء اللي كانوا يحملوا قتلاهم في التركات تبعونهم راحوا منهم أكتر من مية ومية وخمسين شهيد هي معركة بحد ذاتها وخطأ هم يعني صارت المجزرة وعملوا المجزرة هنا وهي اللي تسببت في تشريد القرى الآخرين كان خطأ كبير جداً استعمال كلمة مجزرة وتهويلها من قبل اللي داعيين أو العلاميين خاصة الإعلاميين الفلسطينيين من هذا القرى طب شو اللي خلى مجزرة الدرياسين أو معركة الدرياسين زي ما بتحب تسميها أستاذ يوسف تاخد كل هذا الصدى يعني وتظلها عالقة بذاكرتنا كلنا أطفال وأكبار والكل يعني ضلت وأخذت صدى أكبر من غيرها من المجازر مع أنه نحن بنعرف أنه العدو الصهيوني أقام العديد من المجازر بحق الفلسطينيين ولكن هون شو اللي خلانا نعطي الأهمية أكتر لمجزرة الدرياسين؟ هذا هو سؤال مهم جدا سؤال مهم جدا لحتى أنه يعني إذا بعطيك بالآخر باختصار من نحين بيقين قال في كتابه الشهير كفاحي لولا الانتصار في ديريا سين لما كانت إسرائيل تخيل وهي كانت عندها يعني فيها تأثيرات كبيرة جدا فيما بعد على كل منحة مشروع التطهير العرقي لكل الكرة الفلسطينية فيعني هي باختصار شديد زي ما قلت لك من نحين بيقين قال هذا الأمر وهذا هو يعني فيه تكنية ليش ديريا سين كانت السبب في تشريد 750 ألف من الفلسطينيين هون كانت ديريا سين كانت السبب في هذا طيب اسمح لي أنتقل له أستاذ عصام عايش مشهد هيك بتستذكره يمكن حكت لك يا جدتك رحمة الله عليها الشهيدة حلوة زيدان أو والدك يعني مشهد هيك بديريا سين بوقت معركة ديريا سين والله أنا هاي باعتذر عنها بس أنا اللي بسمعه يعني من ما سمعتك يعني كنت بدي أنوح شغله أنه كان فيه نصيب لبعض الشهداء اللي كانوا يعملوا في قرية ديريا سين كان فيه معلمة اسمها حياة البلبيسي قتلت يعني استشهدت في ديريا سين كمان فيه أن الفران وولده كانوا يعملوا في الفرن حتى أنه كانت طريقة قتلهم بينهم وضعوهم الولد والأبو بالفرن حرق يعني بس أنا أحب بالنسبة لجمعية ديريا سين أنوح لشغله أنه يعني على أساس أني أوصل رسالة لأبناء ديريا سين سواء هون فلسطين طبعا في كل مكان جمعية ديريا سين شرف عظيم لأبناء ديريا سين أن يبقى اسم ديريا سين معلق على مبنى جمعية ديريا سين حتى تبقى يعني للأطفال والأجال اللي جاية بأنه في شيء اسمه ديريا سين في بلد إلكوا اسمه ديريا سين صح صح فأنا كل عام بعمل كمان حفل تكريم للطلبة الناجحين من حملة التوجيه والذكية الشامل والجامعة كمان احنا بنكون بمساعدات الأسر العفيفة والمحتاجة ضمن المجتمع المحلي خاصة في شهر رمضان وبعض موائد الإفطار فالحمد لله إنه أمونا كلها على ما يرون أكيد جهودكم مشكولة وأكيد كل شخص من قرية ديريا سين يفتخر ولأنه الشرف أن يكون ابن هالقرية المناضلة اللي زي ما حكياننا يمكن مهندس يوسف هي وقفت للحظة الأخيرة في وجه العدو الصيوني على الحقيقة أحب أن أطلق على ديريا سين أم القرى الفلسطينية مهندس يوسف كيف أثرت معركة ديريا سين على عائلتك بالتحديد وأيضا على كل العائلات الفلسطينية التي كانت موجودة وتقطن في ديريا سين هو طبيعي غيرت نمط حياتهم التأثير كبير يعني في بين عشية وضحاها وجدوا كل هالي ديريا سين إنهم لم يعودوا إلى بيوتهم لم مشردين بدون يعني مشردين تماما بدون هايك ولكن الحقيقة إنه هذا يعني هم بالنسبة لتميز أهالي ديريا سين بإنهم كانوا بتعرف بالعلم والعزيمة كل واحد شق طريقه إلى الحقيقة شق طريقه والحقيقة شق طريقه بنجاح باهل كلهم جميعا بالأستثناء طيب سريعا مهندس يوسف نحكي عن كتابك كتاب الدكتور وليد الخالدي اللي قمت حضرتك بتمويله وهو ديريا سين تسعة أربعة ألف وتسعمية وتمانية أربعين سريعا نحكي عن فكرة الكتاب وأيضا عن إيش بيتحدث يعني فكرة الكتاب هو الحقيقة كان عندنا فيه جمعية سما جمعية التعاون هذه الأسست سنة ألف وتسعمية وثلاثة وثلاثة وثمانين وجمعت صفة رجال الفكر وصفة رجال المال الفلسطينيين وكان من صفة رجال الفكر فيهم أنا كنت من المؤسسين وفي على مجلس أمناءها منذ تأسيسها كان من صفة رجال الفكر الفلسطينيين معنا الدكتور وليد الخالدي أكيد معرفة ولحقيقة ونحن نتحدث قلنا أنه ديرياسين يعني شيء بالنسبة لنا مهم جدا وطلبت من الدكتور وليد الخالدي قلت له أنا بدي أوثق لقريتي وبيدي أوثق لقريتي توثيق صحيح علمي مرتب جدا أنه حتى نستطيع لأنه كثروا اللغة عن ديرياسين مذج بحا مجزران أنه في المقدمة عندك أنهم تعرفين هم صحيح وكوش وصحيح الأمور ولكن لم يتحدث أنهم بكروا بوطون الحوامر نحن نسمع أنه هذا اللي صح هذا كله لغة وكثروا اللغة في هذا الموضوع علشان هيك قلنا الدكتور وليد بدنا نعمل كتاب اللي نكون نحطه حتى في مكتبة الكونغرس الأمريكي وكان كتاب ديرياسين كتاب ديرياسين كيف اعتمد بكتابة الصحيحة أولا أنه أخذنا ثلاثين رواية كاملة من الذين حضروا المعركة سواء كانوا حضروها أو رأواها أو سواء كانوا شاركوا فيها من الشيوخ والشباب بالثلاثين رواية هذه الثلاثين رواية خلينا كل واحد يكتب ما هو رأوا بأعينه وما سمع الآخرين أن يقول روايتين يكتب يعني ستين عندنا وبعدين أخذنا كل هذه الروايات ورحنا فيها على مؤسس الدراسات الفلسطينية في واشنطن وكان عندنا اجتماعت أنه المرحوم الله يرحمه كوستانتين زريق ودكتور وليد الخالدي وجمعنا هذه الروايات ويجبنا دكتورة سمها حناية بشناك على أساس أنه أخذت هذه الروايات وغربلتها تماما وما وين في شوية تناقض رجعنا للروايين هذا بقول هيك في شيء إلى أن يجينا لهك وهكذا كان وبعدين أضفنا إلى ذلك ترجمة جميع الروايات العبرية من القائدين ومن الطرفين تماما ويجينا باختصار واحتمينا بالشهداء ورسمنا أشجار الحمولات كلهم الأفراد وخاصة حددنا بالأحمر هذا الشهيد ابن مين ولا أي حمولة معاك الكتاب نقدر نشوف صورته والله أنا أنا بنصح إذا محب حدا طبعا يتطلق عليه أضن أنا بنصح ما هو دعاية لكتاب بالعكس أنا حطلب هي خلصة النسخة هذه وأنا حطلب حوالي مئة نسخة وأعطيها للأستاذ عصام في جمعية دير ياسين والذي يريد على أحسابي أنا حطلبها من بيروت على أحسابي 150-150 نسخة شكرا إليك وأحطها بالجمعية والذي يريد هذا الكتاب هو الكتاب المهني لأن الدكتور وليد الخالدي كان هو يرأس كرسي في جامعة هارفرد لدراسات الشرق الأوسط وهو مفكر فلسطيني معروف يعني غنيع من التعريف دكتور وليد الخالدي ونحن نراجع هذا الكتاب في مرة ثانية ونصلح بعض الأمور بعد ما جمعنا بعض المعلومات وجاري ترجمته إلى اللغة الإنجليزية حتى يكون في الكونغرس الأمريكي هذا الكتاب اللي يقرأوا أنا وعتقد اللي بيبدأ يقرأهم حيخلصوا بساعة من كتب سلوبه ممتاز وشي فلذلك أنصح أنه بقراءة هذا الكتاب حتى يعرف دير ياسين تماماً ومش دير ياسين والأمور اللي في الفلسطين في أثناء معركة دير ياسين بدي أتشكر وجودك معانا كتير المهندس يوسف الأسعد رجل الأعمال شكراً كتير لوجودك معانا تشرفنا أيضاً بوجودك معانا أستاذ عصام عايش وحضرتك رئيس جمعية دير ياسين الخيرية شكراً جزيلاً عوجودكم معانا اليوم بدنيا يا دنيا وأيضاً برؤية أهلا وسهلا فيكم شكراً لك روان شكراً شكراً جزيلاً على هذا وبعدين من واجبنا وإحنا مشكرك أنه أعطيتين على الأقل أنه نلقي الظلال على معركة دير ياسين أهلا وسهلا فيك ومعركة دير ياسين ومن يوم طالع إن شاء الله ما نستعمل إلى معركة دير ياسين أهلا وسهلا فيكم والشكرة وشكراً أهلا وسهلا فيكم شكراً